ما أهداف تدريس الخط العربي؟ إن تدريس الخط العربي يهدف أساسا إلى إقدار المتعلمين في مختلف مراحل التعليم على أن يكتبوا أولا بسرعة وسهولة ثانيا أن يكتبوا خطا واضحا ثالثا أن يكتبوا خطا فيه جمال وتنسيق إذن لا بد أن يتمكن كل متعلم من أن يكتب كتابة عربية بسرعة وسهولة يكون خطه في عملية الكتابة واضحا وفيه جمال وتنسيق هذا هو الهدف الأول من أهداف تدريس الخط العربي أيضا تعليم التلاميذ الانتباه ودقة الملاحظة مع تذوق الجمال الشكل في الكتابة العربية كذلك فإن تدريس الخط العربي يمكن أن يؤدي إلى تكوين الكثير جدا من العادات الحسنة مثل النظام والترتيب والصبر والمثابرة والنظافة هذه الأهداف تقودنا إلى موضوع آخر يتعلق بمعايير الحكم على جودة الخط العربي كيف نحكم على خط التلميذ أنه خط جيد؟ المعيار الأول هو معيار الوضوح حيث يكون الخط العربي واضحا إذا اتبع التلميذ في كتابته القواعد والوصفات الخاصة بكل حرف من حيث شكل الحرف وحجم الحرف وكيفية اتصال الحرف بغيره وامتلاء أجزاء الحرف أو رقتها وميلها أو استقامتها وطولها أو قصرها هناك أيضا معيار الجمال حيث يكون الخط العربي جميلا عندما يكون هناك انسجام في الحروف مع مراعاة التناسق في أحجام الحروف وأوضاع الكلمات وأبعادها المختلفة وأوضاع الكلمات وأبعادها المختلفة